وكانت خطة التعافي الاقتصادي استهدفت خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل ما نتج عنه انخفاض في نسبة البطالة في مملكة البحرين ضمن إحصائية ديسمبر 2022 جهود حثيثة بذلتها حكومة مملكة البحرين في شتى الملفات التي تمس المواطنين بشكل مباشر وكان ملف التوظيف والبطالة أحد العناصر المهمة ضمن الخطط الوطنية من أجل تعزيز سوق العمل البحرينية بالكوادر البحرينية في مختلف القطاعات جلسة مجلس الوزراء مؤخرا استعرضت آخر مستجدات التوظيف والتدريب للعام 2022 ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي أظهرت النتائج فيها انخفاض نسبة البطالة من 7.7% في عام 2021 إلى 5.4% في ديسمبر من عام 2022 بانخفاض نسبته 2.3% وهو ما يثبت نجاعة الإجراءات الحكومية المتخذة وبالعودة إلى خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقت في الثلث الأخير من عام 2021 أكدت الخطة وركزت على خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل بهدف وهو توظيف 20 ألف بحرينيين سنويا في الاقتصاد وتدريب 10 ألاف بحرينيين سنويا حتى عام 2024 وهو الأمر الذي أثبتته الأرقام التي رسلت في خضم عام 2022 وكافة الإجراءات المتخذة التي أدت لانخفاض نسبة البطالة في مملكة البحرين وكان البرنامج الوطني للتوظيف الذي أطلق في عام 2019 محققا لتطور ملحوظ في سوق العمل البحريني وبالرغم من جائحة كورونا إلا أن جهود الحكومة في توظيف المواطن البحريني كانت مستمرة لذلك جاءت النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف مرتبطة في بنية خطة التعافي الاقتصادي فجوهر الخطة تحقيق الرفاه الاقتصادي وهو الأمر الذي يحدث من خلال رفض سوق العمل بالكوادر الوطنية التي تقوم بدورها في خدمة اقتصاد مملكة البحرين والمنشآت التي يعملون بها ويقابل ذلك الارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم